ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين مناقشة آخر التطورات في مجال النفط والغاز والحلول المبتكرة وألقى سعادة وزير النفط والبيئة كلمة نقل خلالها تحيات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للمؤتمر بالتوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف والنتائج الإيجابية التي تسهم في نمو والزهار وتطور القطاع النفطي في جمهورية تاترستان الصديقة وثمن سعادة الوزير الدعوة الكريمة من فخمة رئيس جمهورية تاترستان الروسية لمشاركة البحرين في فعالية مؤتمر النفط والغاز التاترستاني بهدف ربط الجسور السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الروسيا الاتحادية والعالم العربي والإسلامية كما قام سعادة الوزير بجولة في المعرض المصاحب الذي ضم عددا كبيرا من الشركات المتخصصة التي تسعرض أهم الدراسات والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف التحديات العالمية وسبل استثمار هذه التقنيات في مختلف المشاريع كما اجتمع سعادة الوزير على همش المعرض مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات النفطية والبيئية بهدف بحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة مؤكدا على همية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي والهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر